مرحبا بكم معي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال اليوم اللبناء جبت لكم وصفتين بزاف هاي لين ورحين بزاف ينفعوكم في الحلويات في الدسير يعني أي حاجة حلو حبي نديروها ويعني ما كانش أحسن في ميزون يعني حاجة مصنوعة في البيت ومو على بنا وش فيها رح ينديرو الوصفة الأولى اللي هي الحليب المركز المحلى اللي هو اللي يكونسنتخي سكري وصفة اقتصادية مية بالمية مش نقولكم زعمها كاقتصادية جس بوغاتيغي والله هو اللي هو البنات فيها غير الحليب والصقر والوصفة التانية رح ينديرو السوس كرامل تاني تقدرو ترافقو بها نمبرت كل ديسير ولا يجاتو الحليب المركز ما نش راح ندير فيه الزبدة نشاة تاني استغنية عليها وصوتو المكوين اللي دايما نقص في الديار وانا واحدة من الناس تقريبا ما نشريهش خلاص اللي هو اللي هنبودغ الحليب المجفف نعطيكم تاني طريقة كيفية الاحتفاظ بهذا الحليب المحلى ومام سوس كرامل تاني اللي سبقو شاركتها معاكم في القناة باركنت خدرتها اقتصادية يعني نحط لكم الكريمة السائلة اللي هي الكرام لكيد انتياق وعودتها بالحليب عادي وشوفوا معايا اللي زاستوس اللي حابة نعطيكم اول وصفة رح نديرو اللي كونسنتري سوكري دورك هزيت نعطيكم المقادير 500 قرام حليب يعني نص ايطرة حليب مع 240 قرام سكر دونك 500 قرام حليب و 240 قرام سكر الكاس تاعي اللي بنات فيه 125 قرام دورك هزيت زوش كيسان محبيتش ندير كمية كبيرة تاح السكر وامنوني جال غيزولتاء هايل وتشوفوا معايا بعينيكم الغيزولتاء بخير انفا دونك يدو بلكم هذك السكر تبقاو غير تحركوا بالعقيلة النار في اللول رح تكون متوسطة وامبعد رح نزيدوا فيها شوية كي يبدأ يغلي البنات لهنا ممحيت لكم حتى نقطة حبيتكم تشوفوا الطريقة كاملة مفصلة دونك وطلكم تبقاو تحركوا حتى يدو بلكم هذك السكر وامبعد انفا يبدأ يغلي نقصوا في النار وخليوا يعقد في عقله مع التحريك يعني مرة على مرة حركوا شوفوا الهنا البنات الدليل وقت تقريبا ما كانش من هاته الحليب المحلاء في عشر دقائق طيب نون سي با فغي يبقا لكم ليكيد انا الدلي خمسة وعشرين دقائق وعن تجربة بس كمشي هذي اول مرة نديرها دونك يدي لكم 20 منوت دي كويسان وهالي لكم الغيزولتاء البنات رح يزيد يحكم روحو ويولي نامو كثف اكتر بس كو رح ينتحتفضو به في التلاجة بغي كمال وكارامل وبغسالي حطوه دون زنبول انفر خليوه يبرد شوية ومامتان يحكم روحو لطن اللي احنا رحو نديرو لسوس كارامل سوس كارامل درس كمية سافة يعني مشي كبيرة بزف ومشي صغيرة هالزيت مياه وخمسين غرام سكر باش درت به الكارامل درت كويسون سك يعني ما ضفتلوش الماء كويسون سك يعني ما نضيفوش الماء ودرتلو الحليب مياه وخمس وشين غرام قوتلكم نحيت الكرام لكيد انتير وجيرون بلاسي باللي نرمال حليب عادي المقطع مع البليش ونراه بخطو نصورتو دونك فلا وهي سخوناك ضفتلو الحليب باش ما تبقى ليش هذيك التكتولات درت البرا ميكسر جيتو ميكسي باش نتحصل على كرامل بيان لس ووالا وهو كيف كيف نحطو دون زنبول وشوفو البنات كيفاش جال قوام تاع اللي هنسي نغمال راهو ليكيد ومبعد راح يحكم روحو الوصفة سبقو شاركتها معاكم نحطها لكم في صندوق الوصف وهو ليكم البنات الحليب بمركز الموح اللي تعنا كيفاش مكثف والقوام تاع اكتر من رائع ما شاء الله والله هنا بخطو ما زلت ما حطيتوش وفخيقو جوست برك بردو وحدو في البول اللي درت الوصفة التانية سوس كرامل لانا البنات حبيت نوزلي لكم باش نشوف يعني نسقط راح ليب قداش جيني قداش فيها نقرام جاتني تقريبا تلتمية وتمانين قرام يعني سنسون قرام حليب جاتني 380 غرام اللي концентري سكري هي اللي تتبع بردو جو پو فيها واحدة تلتمية وسبعة وتسعين غرام لما كدبني شرب 389 غرام اللي تتبع بردو و اللي концентري سكري اللي تتبع بردو فيها حليب اللي انت نعمال وفيه تاني سكر سكر وفيه ماتيا غرام يعني فيه كمية كبيرة ملي ماتيا غرام سوى زبدة ولا العلم ربي ماتيا غرام انا انا درتها بلا زبدة و بلا حليب مجفف اللي قلت لكم دايما ما كنش في ديار انا برسون المو من شري اش دون و يعني لكل اغطعو جيت تخف تاني حبيت نعطيكم مناستو صغيرة كنا نديرو هولا بوغات واخ في المحل وين كنت نخدم نديرو امتية اتيكت باش نكتبو فيها تاريخ انتهاء الصلاحية يعني لعدات ديكسبيراسيون و لعدات دي فابريكاسيون يعني وقتاش درتي هدك باركزمبل انا اللي كونسنتخي سوك درتو اليوم 28 و باش نشفى على لعدات اللي خدمتو فيها باش مبعد ما تقوليش بس كرح تحتفظي به كمام المدة تسعة شهر بين 6 حتى 19 وننصحكم البنات افتي البوات بلاستيك ديروا علب زجاجية صحية اكتر وفي البروشن فيديو انشاء الله نوري لكم وصف وش رح ندير بهذا الوصفتين كونوا في المواعيد نخليكم بخير نقولكم في أمان الله بسلامة